بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير أيها الأحبة لا زال الملحدون يعتقدون أن نظرية التطور أصبحت حقيقة علمية حتى هذه اللحظة أحبتي في الله لا يوجد دليل علم واحد على أن نظرية التطور صحيحة يعني لم يقدم العلماء حتى الآن مخلوقا واحدا تطور لمخلوق آخر وما الذي حدث بينهما لم يقدموا حتى الآن أي شيء حتى خلق البكتيريا لم يعرفوا كيف خلقت خلق الفيروس هم أصلا أحبتي في الله فيروس مثل فيروس كورونا حتى الآن عاجزون عن فهم تطوره وفهم كيف يطور نفسه ويتحور ويتغير وبشكل يعني لا تؤثر في الأدوية ولا المضادات الحيوية ما الذي يحدث لا يعلمون فإذا نظرية التطور هي لا تزال أقل من نظرية حتى فرضية وليست حقيقة علمية على الإطلاق اليوم سأطرح لكم مشكلة بسيطة ذكرنا بها أحد الأحبة السمع والبصر أيها الأحبة لو كانت نظرية التطور صحيحة لكنا رأينا أن السمع والبصر يتطور من الأقل فالأعلى فالأعلى حتى يصل إلى الإنسان الذي هو آخر مخلوقات على الأرض حتى يصل إلى الإنسان لنجد أن لديه أقوى سمع وأقوى بصر وأقوى حسد شم هذا الكلام غير صحيح الكلاب تتفوق على الإنسان بمراحل مع أنها خلقت قبل الإنسان بملايين السنين طيب اليعسوب الذي نراه في الصورة أنا اخترت هذه الصورة من ورائي لديه أقوى نظام إبصار بين الكائنات تقريبا هو يرى ألوان لا نراها نحن البشر ولا يراها أي كائن آخر يرى بالتصوير البطيء لأن طيب لماذا تطور فجأة البصر لدى اليعسوب لهذا الشكل العالي ثم انخفض بعد ذلك هو ليس تطور أيها الأحبة الخلاصة والقصة وما فيها أن كل مخلوق يعطيه الله ما يناسبه الصقر يحتاج لقوة إبصار كبيرة جدا ليتمكن من رصد الفريسة على بعد مئات الأمتار لأنه يكون في الجو إذا كان بصره مثل الإنسان سيفشل ولن يجني رزقا أبدا أعطاه الله قوة بصر بحيث أنه يرصد حركة الفريسة وفي دماغه يحسب المعادلات الرياضية اللازمة لسرعة الطيران والانقضاد والزمن اللازم فينقض في التوقيت المناسب لأنه لو تأخر جزء من ثانية لفشل في التقاط فريسته طيب هذه القوة في الإبصار غير موجودة عند القرود مثلا الذين خلقوا بعده بملايين السنين وعشرات ملايين من السنين طبعا طيب لماذا هذه القفزة الهائلة في عالم الطيور الجارحة لأنها تحتاج لهذا البصر عملية السمع أيها الأحبة أيضا تختلف من مخلوق لآخر وليس الإنسان هو يعني الإنسان ليس لديه أقوى جهاز السمع أبدا هناك كائنات لديها قدرة على السمع أكبر بكثير من الإنسان يعني مثال على ذلك الفيلة تستطيع أن ترصد الذبذبات المنخفضة جدا التي لا يسمعها الإنسان الصادر عن اهتزاز الأرض عن الزلازل نحن لا نسمع يعني قبل الزلزال مثلا بنصف ساعة أو بساعة هناك موجات منخفضة جدا ترددها منخفض الأذن البشرية لا تدركها الفيلة تدرك وتسمعها وتهرب سبحان الله إذن لماذا تطور مخلوق بشكل كبير تطورت لديه حاسة السمع أو البصر أو الشم مثل الكلاب وفجأة تجد مخلوق لديه حاسة محدودة القضية ليست قضية تطور أحبتي في الله القضية وما فيها ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا هذا اليعسوب لو لم يكن لديه آلاف الأعين المركبة عينه مركبة وفيها آلاف العدسات هنا أيها الأحبة آلاف الكاميرات الرقمية التي تتفوق على الكاميرات التي اخترعها الإنسان آلاف العدسات هذه أو الآيون مركبة كلها تركب صورة وبالتصوير البطيء يعني هو يرى أسرع من البشر ويركب هذه الصورة في دماغه ويتخذ القرار كذلك كثير من الحشرات تتمتع بهذه الميزة مثلا الزباب حاول أن تقتل الزبابة ستجد نفسك فاشلا لأن قوة الإبصار لديها أكبر من قوة الإبصار لديك لديها هي ترى بتصوير البطيء أيضا يعني أنت عندما تحرك يدك هكذا تحركها خلال ثانية مثلا حتى تصل إليها هذه الثانية بالنسبة لها هي ساعة يعني هي تراها هكذا بطيئة جدا فتتخذ القرار براحتها وتهرب ولا تعرف كيف هربت قوة الكائنات الحية لا تتناسب مع التطور أيها الأحبة يعني مثلا النملة تستطيع أن تحمل مئة ضعف وزنها والنملة مخلوقة قبل مئات الملايين من السنين قديم مخلوق قديم جدا حسب علم الأحافير طيب لماذا النملة لديها هذه القوة الهائلة في الحمل بينما الإنسان لا يستطيع يعني إنسان وزنه مثلا مئة كيلوغرام هل يستطيع أن يرفع مئة كيلوغرام في الوضع الطبيعي النملة تمسكها بأسنانها يعني النملة إذا كان لو فرضنا لدينا نملة وزنها مئة كيلوغرام مثل الإنسان سوف تحمل مئة ضرب يعني عشرة آلاف كيلوغرام بفمها تحملها بفمها يعني قوة هائلة أقوى من الإنسان بكثير لذلك الله عز وجل ماذا قال وخلق الإنسان ضعيفا سبحان الله والله آية دقيقة بنسبة مئة بالمئة أضعف مخلوق على وجه الأرض هو الإنسان قياسا لحجمه القرد أقوى من الإنسان قياسا لحجمه البعوضة أقوى من الإنسان قياسا لحجمها طيب هذه القوة أيها الأحبة لو كانت نظرية التطور صحيحة يجب أن يسير منحن القوة إلى الأعلى هكذا يعني البكتيريا ضعيفة ثم مخلوقات طبعا في البداية خلقت البكتيريا قبل ثلاثة ونصف مليار سنة حسب يعني أرجح الأقوى ثم كائنات متعددة الخلايا ثم كائنات بدائية ثم كذا كذا فيجب أن تتطور قوة الكائن مع تطور الزمن حتى نصل للإنسان يجب أن يكون هو الأقوى بينما نجد أي حيوان مفترس أقوى من الإنسان أقوى من الإنسان عضة الكلب أقوى من عضة الإنسان فكي التمساح يطبق بسرعة أسرع من طرفة العين قوة فكي التمساح أقوى بكثير من فكي الإنسان معلم أن التماسيح خلقت قبل يعني مئات الملايين من السنين والإنسان مخلوق حديث طيب لماذا لم يتطور هذا الفك ويصبح أقوى مع مرور الزمن لأن الإنسان لا يحتاج لهذا الفك القوي لأن الإنسان مخلوق راقي مخلوق يأكل الطعام بهدوء مخلوق مكرم ليس وحشا مخلوق مكرم لذلك الله تعالى قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر من الذي يستطيع أن يركب البحر أو البر فقط واحد هو الإنسان فقط هل رأيتم قردا يركب يقود سفينة أو يقود طائرة أو يقود دراجة أو سيارة أو أي مخلوق آخر هو الإنسان فقط ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيله سبحان الله والله أيها الملحد لو فقط شعرت بهذه الآية وأحسست بها سوف تدرك كم أنت جاحن لنعمة هذا الخالق العظيم الذي أعطاك البصر أعطاك الراحة النفسية أعطاك الهدوء أعطاك أفضل شكل ممكن تصميم قبضة اليد أيها الأحبة يتميز بها الإنسان عن كل الكائنات لا يوجد كائن حي على وجه الأرض لديه قوة تحكم هائلة كما لدى الإنسان بأصابعه لماذا وضع الله هذه هذا التصميم المعجز هذا التصميم المميز للإنسان لأنه سيستخدمه في الكتابة في الإبداع في الإختراع في البناء بينما القروض غير مطلوب منها ذلك غير مطلوب منه أن يتعلم الكتابة لأنه غير مكرم مخلوق لم يكرمه الله مثل البشر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيله إذن أنت أيها الإنسان مخلوق مكرم فتقول إن الطبيعة هي التي خلقتك طيب يعني أليس لنا عقول نفكر بها يعني الوعي الوعي عند الكائنات الحية أخي الحبيب الوعي البكتيريا البدائية التي هي خلية وحيدة فقط خلية لا ترى بالعين ترى بالمجهر لديها وعي لديها اتخاذ قرار ولكن بما يتناسب مع احتياجاتها فقط بينما الإنسان أعقد عملية اتخاذ قرار موجودة لدى الإنسان وليس لدى أي كائن آخر لماذا؟ لأنه مخير إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إذن أيها الإنسان أنت ظالم لنفسك عندما تدعي أن الطبيعة هي التي خلقت والطبيعة هي التي صنعت ثم إذا سألناك ما هي الطبيعة حسب الموسوعة البريطانية تعريف الطبيعة هي الكائنات الحية طيب من الذي خلق الكائنات الحية الطبيعة؟ طيب يعني الكائن الحي خلق نفسه؟ يعني هل هل هذه حقيقة علمية بالله عليكم؟ يعني أنا أود أن أتساءل في الأفلام الوثائقية المدعومة من الملحدين هذا اليعسوب طور خلق عينا له متطورة لأنه يحتاج لقوة الإبصار طيب هل هذا منطق يعسوب يخلق عينيه؟ طيب أنت أيها الإنسان أخلق ماذا خلقت ولا شيء؟ ماذا خلقنا نحن البشر ولا شيء؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ لذلك أيها الأحبة خلاصة هذا اللقاء التطور من حيث الشكل الخارجي ضحكوا علينا بهذه الأشكال التي يرسمونها لتطور المخلوقات وهي غير متناسقة مع بعضها غير متناسقة يعني يقولون أن الحوت تطور من مخلوق بر يشبه البقرة طيب ما علاقة الحوت بالبقرة؟ لا يوجد أي ترابط طيب أين هذه المخلوقات الوسيطة التي تطور منها؟ كشكل خارجي أتحدث إذن الشكل الخارجي فشل في إقناعنا أن هناك تطور من حيث الشكل طيب من حيث المشاعر والعواطف أيضا فشلوا تماما لأن عاطفة الإنسان تختلف عن عاطفة القرد الأمومة لدى الإنسان تختلف عن الأمومة لدى الكلاب مثلا أو القطط النوم لدى الإنسان يختلف عن النوم لدى بقية الكائنات هناك كائنات تنام نوما متقطعا كائنات تنام نوم طويل سبات شتوي مثلا كائنات تكاد لا تنام طيور تطير بالجو تأخذ إغفاءات بسيطة بينما أنت أيها الإنسان تنام فترة 6-7 ساعات 8 ساعات أو أكثر لماذا؟ لأن الله خلق كل كائن وخلق له احتياجاته ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى صنع الله الذي أتقن كل شيء الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طيب آيات شديدة الوضوح تفسر لنا سر الخلق ومتفق منطقيا مع ما نراه بأعيننا بينما نظرية التطور متناقضة مع بعضها لذلك أيها الأحبة إن شاء الله سيكون هناك لقاءات أخرى حول هذا الموضوع أسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق